اهلا بكم عزائي المشاهدين فيديو النهاردة ان شاء الله هنشوف ازاي نستفيد من كشفات التغارق كنا بنستخدمها اثناء القطاع المتكرر للطيار الكهرابي ولكن الحمد لله في الفترة الحالية الكهرابا مش بتقطع كتير وبالتالي ناس كتير عندها كشفات البطاريات بتاعتها تالفة بسبب قلة الاستخدام وكمان احيانا بتكون بردة محروقة فلو عندك كشف زي كده البطارية بايزة ومش عايز تغير البطارية وفي نفس الوقت تستفيد منه او البردة محروقة وبرضو عايز تستفيد من الكشف ده او عندك مجموعة اشتريتها من الخردة بيتباع في حدود عشرة بنيه كامل كده مقفول فمن فيديو النهاردة هتقدر تستفيد من الانواع دي من الكشفات تابعونا بعد الفاصل الكشف اللي معينا عمره الافتراضي في حدود السنتين مثلا فبعد السنتين البطارية بتبوز واحيانا البردة بتتحرق فالناس بتتخلص من الكشفات دي ولكن النهاردة هنشوف ازاي نستفيد منها وبطريقة بسيطة جدا بدون اي تحقيقات او لعبة في الدايرة نفسها ممكن كمان تشتري الانواع دي من الخردة بعشرة جنيه اقل من واحد دولار بتقدر تشتري كشف زي ده طيب البطارية غالبا بتكون تالفة هنقيس الجهد بتاع البطارية بطارية اربعة ونصف فولت بطارية اتنين من عشر فولت طبعا يعني ممكن في بعض الناس بتقول نفكها ونحط لها حمض ونحاول تصلحها ولكن الموضوع ما يستهلش وانا بكلم الناس اللي مش بتستخدم الجهاز ده في الطائرة او عند انقطاع الطائرة القرابية ولكن هنستخدمه كاضاءة منزلية عادية هنشوف مع بعض البوردة دي بوردة الجهاز عبارة عن ترانسفورمر لس باور سابلاي خلناها في فيديوهات سابقة وهسيب لكم روابط لها في التسكريبشن الطيار بيدخل على المكسف يخفض الطيار ودايرة توحيد اربع ضيادات ومكسف وبعدها الدايرة الترانسفورات لتشغيل الليد اثناء انقطاع كهرباء فقط واطفاء الليد عند رجوع الطيار فالدايرة دي لو محروقة احنا هنشوف برضو هنستفاد منها ازاي وازاي نشغل الليد بدون اي اضافات هنستفيد من الدايرة اللي معانا اول حاجة لازم نتأكد منها نتأكد من سلامة الدايودات ما يكونش فيه شورت في الدايودات كده الدايودات سليمة طيب هنجرب ونشغل الكشاف نركز مع بعض في النقاط اللي هنقولها دي بتأكدنا اول حاجة من الاربع ضيادات عشان ما يكونش فيه شورت تمام وعلى طرفين المكسف غالبا بيكون ميت مايكرو خمسين فولت المكسف الكبير تمام المكسف الكبير هنقيس الجهد على طرفين المكسف الكبير طبعا هنا فيه سلكة مقطوعة هنلحمها فيش مشاكل دول طرفين المكسف الكبير هنقيس الجهد عليهم للتأكد من سلامة دايرة الباور طبعا هنبقصد دايرة الباور اللي هي دايرة التغذية فقط وليست دايرة التحكم في الطيار اللي هو تشغيل الليد واطفاء الليد عند رجوع الطيار اللي هو دايرة الترانزيستر دايرة الباور غالبا بتكون سليمة هنشوف ونقيس الجهد وصل الباور طبعا نلاحظين الليد وضاء اذا الدايرة سليمة طيب هنتأكد مجب المكسف وسالب المكسف موجود جهد دي سي 15 فولت تمام كده ان شاء الله الفكرة بتاعتنا هتكون نجفة طيب هنجرب دلوقتي الجهاز وهنشوف طبعا الجهاز ما بيشتغلش ليه لانهو بيشتغل من خلال البطارية فقط عند انقطاع الطيار الكهرابي او ممكن تشغله بشكل مستمر من خلال المفتاح اذا عندنا 3 تحويلات تحويل الاولى اوف تحويل التانية تشغيل عند انقطاع الطيار الكهرابي تحويل التالتة تشغيل من البطارية مباشر في اي وقت انت محتاجه طيب هنوصل الليد وهي هنجرب دلوقتي نشوف المفتاح هنلاحظ ان الليد ما بيشتغلش فيه 3 مراحل ليه لانهو بيشتغل اساسا من البطارية والبطارية تالفة او اذا كانت البوردة تالفة هنشوف بقى ازاي نعمل توصيله تشغل الليد على الكهربا او على دايرة الباور بدون بطارية طبعا الناس اللي بتروح سوق الخرجة تقدر تشتري الكشف ده زي ما قلنا تقريبا في حدود 10 جنيه وتقدر تجري عليه التعديل ده ببساطة جدا وبالتالي هتكون عندك كشفات شغالة وبتكلفة بسيطة تعالوا مع بعض نشوف كده كده دايرة الباور اشتغلت تمام هنجرب المفتاح دا الوضع الاول كده الوضع التاني كده الوضع التالت والليد ما اشتغلش معنا هنشوف التعديل البسيط اللي هنعمله النهاردة وهنعرف ازاي نشغل الليد الترانزسترات دي ترانزسترات ان بي ان نشوف رقمها نحاول نوضح مع بعض ترانزسترات سي تسعمية خمسة واربعين ده ترانزستر ان بي ان بيعمل على تنظيم تشغيل الليد عند انقطاع الطيار الكهربية احنا مش محتاجين كل ده الترانزسترات دي بتوصل الارضي للليد في حال انقطاع الطيار الكهربية تمام ازا فيه هنا مجب ايه اللي مجب و ايه اللي سالب يعني مجب الليد وسالب الليد هنيجي على الطرف السالب اللي هو الطرف ده الطرف ده وهناخد جامبر من سالب المكسف وبالتالي كده نكون لغينا نظام التحكم اه فيه الليد من خلال الترانزسترات تعالوا نجرب مع بعض ونوصل من سالب المكسف سالب المكسف اهو نتأكد طبعا من اتجاهات السالب والمجب ده سالب المكسف الطرف ده وسالب الليد اللي بيكون عليه السالب نزود اسدير كده نتخلي بالنا يا جماعة الدوائر دي ما فيهاش عزل وبالتالي ما نشتغلش والفيشة في الطيار ميتين وعشرين نوصل سالب الليد مع سالب المكسف المكسف تعالوا مع بعض نجرب بالفعل الليد اشتغل معنا نشارك المشكلة دي من اسلاك او من المفتاح كده الوضع الاوسط بيكون الليد طافي والوضع الاخير والوضع الاول بتكون الليد شغال ونشوف الاضاءة بتاعته مع بعض كده بقى عندنا اضاءة ليد فيه مشكلة فيه المفتاح طبعا ما قدلوا فترة مش شغال دي اضاءة الليد دي اضاءة الليد جماعة وبكده نقدر استفيد من الكشفات التالفة اللي موجودة في كل بيت فيه تشغيلها كاضاءة منزلية على الطيار المتين وعشرين مباشرة هنقفل الجهاز ونشوف مع بعض ملحوظة بسيطة نحاول نخلي المفتاح شغال باستمرار يعني حبينا نشغل الكشاف نوصل الفيشة حبينا نفس الكشاف نفس الفيشة ما نشغلش ونفس من المفتاح ليه؟ لان اثناء الاطفاء من المفتاح بيكون الباور شغال والدايرة شغالة والجهاز بيسحب كهرباء فنفصل ونشغل من الفيشة مباشرة الجهاز بتاعنا في الاول ما كانش بيشتغل بدون البطارية ولكن الان نقدر نشغل الجهاز بدون الحجل البطارية طبعا هو كده مش كشاف طوارق ولكن استفدنا منه في القضاء كده وصلنا الفيشة نشيل الفيشة حبينا نفصل من هنا ممكن ولكن لا افضل التحكم من المفتاح لان زي ما بنقول الدايرة الباور شغالة وبتسحب كهرباء فعشان التوفير نفصل من الفيشة تمام؟ هنشوف القضاءة بتاعت الكشاف طبعا قضاءة قوية اتمنى يكون فيديو النهاردة مفيد والناس كتير تستفد منه اللي عندها الكشافات دي او بتشتريها من الخردة ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله متنسوش لعملنا بلايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس ونقول لكم سلام موسيقى